مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بنشكركم لأجل يعني أن أنتم بتدخلون بيتكم بنشكركم لأنكم بتتبعوا البرنامج ونشكركم علشان بتتبعوا قناة الحياة وكل برامج اللي بتقدم على قناة الحياة مشكلة صلب المسيح وموت المسيح أو قضية صلب وموت المسيح تعتبر مشكلة كبيرة عند الإخوة المسلمين فعلى مدار 1400 سنة لم تنتهي المحاولات في إثبات أن المسيح لم يصلب في إثبات أن الرواية القرآنية هي الرواية الصحيحة رواية أتت بعد الحدث بأكتر من 600 سنة رواية قالها شاهد لم يشاهد شيئاً ما شفش حاجة رواية تخلو من أي دليل رواية تخلو من أي تفصيل أمام الكتاب المقدس الذي يحكي بالتفصيل الدقيق والكثير عن صلب وموت المسيح وزيما ذكرت الأسبوع الماضي أنه يوجد أكثر من 618 آية في الأربع أنجيل تتحدث عن صلب المسيح من ساعة ما تم الأبدع لي وحتى قيمته 618 آية مقابل عبارة أتت بعد الحدث ب600 سنة هذه المحاولات المستميتة بنراها بصور مختلفة بنراها مرات كثيرة في الطعن في مصدقية الكتاب معلشان يثبت أنه هو صح لازم يثبت أن الكتاب المقدس غير صالح صح أو الكتاب محرف فيطعن في الكتاب المقدس منفعش معاه محاولاته في الطعن في صحة الكتاب المقدس فقال لك أحاول أن أثبت أن المسيح لم يصلب من المزمير فرح للمزمير وجاب مزمير فيها أن الله سمع وأن الله استجاب إلى آخره وكلها طلعت في شينك مرات أخرى يقول لك لا لا نحن نروح للأناجيل ونحاول نجد آيات في الأناجيل زي حلقة الأسبوع اللي فات نحاول نجد عبارات في الأناجيل تثبت أن المسيح لم يصلب وأيضا دي ما نفعتش محاولة أخرى من المحاولات هو آه طب احنا ناخد القصة الكتابية كما ذكرت في الأناجيل ونحاول أن احنا نبين أنه فيها تناقضات وأنه فيها أمور غير مقبولة بالعقل وبالتالي نطعن في مصدقية دا وده بالزبط المحاولات دي هي محاولات الدكتور منقذ السقار محاولات مستميتة في إنكار صلب وموت المسيح وكلها محاولات فاشلة عش كده أنوان الحلقة دي والحلقات اللي جاية هيكون تخريف دكتور منقذ السقار عن صلب المسيح هي لا تمثل إلا تخريف ليس لا يأتي بسند ولا يأتي بتفسير ولا يأتي بدليل ولا يأتي بكلام منطقي هي أعدى بيحكي فيها الراجل بحسب وجهة نظره أنه إزاي القصة الكتابية يعني فيها كتير من الأمور والمغلطات أنا حاول ناخد في الحلقات دي الكلام بتاعه ونقدم رد عليه فهناخد الفيديو الأولاني اللي بيحكي فيه عن مقدمة عن القضية نفسها ويقدم لنا القضية كقضية وإنه دواً بقى اللي هيكلم عنه في الحلقة نفسها ويحاول يثبت إنه هناك تناقضات في القصة الكتابية لا يمكن أبداً إن إحنا في الآخر نصل إلى أنها صادقة وده اللي هو عايز يثبته وأنا حاول النهاردة أن أخذ اللي بيقوله وأرد عليه من الكتاب وبالمنطق ونناقش الفكرة بالفكرة وأنا أترك لحضراتكم الحكم أنتو الحكمة أنتو الذين ستحكمون إن كان كلامه صح أو غلط وإن كانت الردود اللي بتقدم هنا في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج على قناة الحياة الردود التي نقدمها ردود منطقية كتابية صح أم خطأ هترك الحكم لحضراتكم لكن خلونا نشوف أول فيديو ونرجع نعلق عليه نحن اعتمدنا على الكتب الحالية عند النصارى وهي الأربع أنقيل التي روت لنا قصة صلب المسيح وقصة قيمته كما يؤمن الأصدقاء النصارى ما مدى الثقة أو مدى موثقية هذه الأنقيل بداية هذا الكتاب هو الكتاب الذي يقول بأن المسيح قد صلب لكن هذا الكتاب الحقيقة عندما نقرأ في روايات الصلب متى مرق صلوق يوحنى نجد الكثير من التناقضات التي ذكرناها نعم ونجد الكثير من علامات الاستفهام طيب هو الرجل بيقول أن هذا الكتاب هو الذي يقول أن المسيح قد صلب وطبعا هو بالأخص الأربع أنقيل اللي بتحكي لنا عن حياة الرب يسوع المسيح الكتاب دون اللي بيقول أن المسيح قد صلب كتاب كان اتكتب قبل القرآن بمئات السنين كتاب كتبه شهود عيان كتاب تكلم عن التفاصيل الدقيقة جدا جدا المتعلقة بصلب المسيح ذكر لنا الزمان ذكر لنا المكان ذكر لنا الأشخاص ذكر لنا المؤيدين ذكر لنا الأعداء ذكر لنا الخلفية التاريخية ذكر لنا الخلفية الثقافية ذكر لنا تفاصيل كثيرة جدا 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 عن صلب المسيح أمام هذا الكتاب أتى كتاب آخر بعديه بستمائة سنة لم يقدم دليلا واحدا على أن المسيح لم يصلب لا دليل تاريخي ولا دليل منطقي ولا أي دليل ولا حتى كان شاهد عيان وقال لك أن المسيح لم يصلب طيب الكتاب ده بحسب الدكتور منقز القصة الكتابية عشان هو مش عايز يقبلها هو عايز يقبل العبارة اللي عنده لكن عايز يرفض الأربع أنجيل فالكتاب دون بحسب فكره أصل القصة الكتابية فيها بعض الأمور والتناقضات الكثيرة جدا وهو بقى هيكلمني عن هذه التناقضات لكن قبل ما نتكلم عن هذه التناقضات عايز أوريكو أنه في الفيديو دون أنا جمعت خطائين كبار في الفيديو دون وحطتهم تحت أخطاء 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 كويس عشان أقول لكم أنه فعلا يا إما هو مش مركز يا إما هو معلوماته يعني أليلة فبالتالي يعني الإثبات من البداية على أنه كمية الأخطاء اللي لسه نتناولها كتير جدا في هذا الفيديو لكن خلونا ناخد الفيديو اللي هو يعتبر أنا بعتبره مقدمتي أنا للحلقة دي مش مقدمة الدكتور منقز إحنا شفنا مقدمة الدكتور منقز لكن خلوني أخد الفيديو اللي أنا بعتبره مقدمتي أنا للحلقة دي وهو أخطاء 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 مقدمتي أخطاء مقدمتي أخطاء مقدمتي أخطاء يعني بس بس اللي قاله دو مش مرة ده هيتكرر في الفيديو ويحاول المزيع كويس يعني اللي قاعد جنبه يصحح له بس يرجع تاني لبوليس وكأن بوليس عنده شوكة يعني عمله شوكة في دماغه كويس فهو عايز يكلم عن يهوز يروح يكلم عن 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 بوليس نسمع تاني مثلاً يتحدث يحن في 13 على 26 عن سبب ضلاء البوليس ودخول الشيطان فيه يقول يهوز المزيع هنا يصحح له يقول يهوز بوليس ودخول الشيطان فيه يقول يهوز أنت تفعله أفعله أكثر لكن حقيقة الكتاب المقدس في هذا يقول بأنه كان سبباً في ضلاء البوليس مرة تانية دي مرة تانية على فكرة يعني مش المرة الأولانية دي مرة تانية كتاب المقدس يقول أنه كان سبب في ضلاء البوليس يا دكتور منقز إحنا بنتكلم عن يهوز يقول بأنه كان سبباً في ضلاء البوليس تقيقة الكتاب المقدس في هذا يقول بأنه كان سبباً في ضلاء البوليس تقيقة الكتاب المقدس في هذا يقول بأنه كان سبباً في ضلاء البوليس طيب ده الخطأ الأولاني سواء يعني لو هو مرة واحدة نقول خطأ غير مقصود لكن لو هو أكتر من مرة يبقى فيه هنا تشويش الأفكار مش مترتبة كويس ناخد الخطأ الثاني وهكلم عنه بالتفصيل واحنا بنرد عنده لما المسيح أرادوا القبض عليه استأجروا يهوذة عشان يدلهم على مكان مفروض أنه معروف مفروض أنه معروف في أحد ما يعرف المسيح في أرشالين لكن بيعلم في الهيكل يعني عدد سكان أرشالين في ذلك الزمان كم؟ 30 ألف عدد سكان أرشالين كان كم؟ 30 ألف 30 ألف هو بيكلم بثقة أنه عدد سكان أرشالين في الوقت دون 30 ألف فكل الناس في أرشالين أكيد كانت تعرف المسيح فإزاي يهوزة يقول أن الأعلامة أن أنتم تعرفوا الشخص يسوع المسيح هي أن أنا أقبله الذي أقبله عدد سكان أرشاليم كان 30 ألف حسب كلام الدكتور مونكس كمل بعض في أحد ما يعرف المسيح في أرشاليم لكن بيعلم في الهيكل يعني عدد سكان أرشاليم في ذلك الزمان كان 30 ألف عدد سكان أرشاليم في ذلك الزمان كان 30 ألف عدد سكان أرشاليم في ذلك الزمان كان 30 ألف طيب ده يعني ده بس كده تجميعة صغيرة جدا للأخطاء اللي بيقع فيها وهو بيتكلم سواء أخطاء من حيث عدد أرشاليم أو أخطاء من حيث أنه ده بوليس أم يهوزة أكتر أكتر من مرة طيب نيجي إلى النقط بقى بتاعته في الفيديو اللي بيحاول فيها أنه يثبت أن القصة الكتابية عن صلب المسيح مليانة تناقضات وأنه بهذا لا ينبغي لنا أن نصدقها وهيذكر بقى تناقض تناقض هنشوف بقى التناقضات دي الكبيرة اللي هيجيبها اللي هي يحاول فيها يدمر تاريخية صلب المسيح وموت المسيح هي ترى أول فيديو بيجيبه لنا أو أول سبب أو أول تناقض هو شايفه في قصة الصلب يدمر قصة الصلب خلينا نشوف الفيديو اللي جاي كأول نقطة في كلامه نقدم لك بعض الأمثلة مثلاً بيتحدث يوحن في 13 على 26 عن سبب ضلاء البولوس ودخول الشيطان فيه كمل فيقول أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال له ما أنت تعمله فاعمله بسرعة أكثر إذن المسيح عليه الصلاة والسلام هو يدعوهم إلى ماذا؟ هو يدعو يهوذة أيوة يقول ليهوذة ما أنت تفعله أفعله أكثر تفعله أكثر ويقول لهم الذي أعطيه اللقمة هو الذي يدخل فيه الشيطان المراد يهوذة بقى نعم فجاء المسيح عليه الصلاة والسلام وأعطى اللقمة ليهوذة فبعد أن أعطاه اللقمة دخل فيه الشيطان إذن المسيح عليه الصلاة والسلام هو الذي كان سبب ضلال يهوذة هو الذي سلمه اللقمة التي لما أكلها دخله الشيطان يعني المزيح بيحاول انه يخليه سريد كل شيء يقوله يهوزة يهوزة عشان ما غلطش يقول ايه بوليس هل اضل المسيح يهوزة بما انه المسيح اعطاله اللقمة وقاله ما انت تفعله فافعله باقصر سرعة ويس وبعد لما خاد اللقمة دخل الشيطان فالمسيح هنا اضل يهوزة هل المسيح اضل يهوزة طبعا الدكتور منقز المفروض انه دكتور والمفروض اي مين دكتور في مقارنة الاديان والمفروض انه هو اري للاناجيل انا بفترض يعني بفترض الفرضية الطبيعية انه اكيد ارى الاناجيل واكيد ارى عن حياة يهوزة ما ينفعش تروح واخد اية كويس وتسيب حياة يهوزة والايات الاخرى اللي كلمت عن يهوزة عشان عايز اقولك بس الى اي مدى هو بيختار اية حتى تفسيرها غلط لكن علشان يطعن في الكتام وعدس هو مسكين هو فعلا مسكين طيب يهوزة اول حاجة بنجدها عن يهوزة ودي حقيقة في الكتام وعدس ان يهوزة التلميذ هتكلم عن يهوزة التلميذ هتكلم عن يهوزة السارق هتكلم عن يهوزة الخائن يا دكتور منقذ محدش بيقع بين اليوم وليلة السقطات الكبيرة ليها مقدمات كثيرة جدا ليها مقدمات كبيرة وكثيرة جدا كويس يهوزة هو واحد من تلميذ رب يسوع كلنا متفقين على كده وانا متفق معاك على كده ان يهوزة واحد من تلميذ رب يسوع وفي الليستة اللي مسكورة في انجيل مرقص اصحح ثلاثة وعدد تسعتشر حاطت ويهوزة الاسخريوتي الذي اسلمه حاطت يهوزة ضمن الاثناشر تلميذ فكلنا متفقين على الحقيقة دي الحقيقة بقى اللي انت مش عايز تتكلم عنها وما تعرفهاش ان يهوزة في كل حياته لم يكن انسانا امينا لم يكن انسان امين وعلى فكرة التلميذ كانوا عارفين انه غير امين والرب يسوع ايضا كان يعلم انه غير امين كان سارق كان عنده صندوق انت عارفين انه يعني صندوق اللي فيه المصاري اللي ممكن يصرفه على الخدمة يكلوا الحاجات دي كان مع يهوزة فيهوزة كان بياخد من الصندوق دوان وبيسرق منه ومعتقد انه محدش شايفه كويس فيهوزة كان سارقا نعرف الحقيقة دي منين فقال واحد من تلميذه ده في انجيل يوحنة اصحاح 12 الاصحاح اللي قبل اللي انت اريت منه يعني انت لو كنت اريت اصحاح بدري يمكن ما كنتش تقول النقطة دي فقال واحد من تلميذه وهو يهوزة سمعان الاصخريتي المزمع ان يسلمه لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء لما مريم كسرت كارورة الطيب وغسلت بيها ارجل السيد هو قال لك لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء الكلام جميل كلام جميل لكن الدافع شرير والدافع ده عرف التلميذ وعرف الرب يسوع نفسه كويس قال هذا ليس لانه كان يبالي بالفقراء بل لانه كان سارقا وكان السندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه يعني هو عايز السندوق ده يتملي كويس وبالتالي يبقى الخير زاد وسرقته تزداد وياخد برحته من السندوق ويصرف على نفسه كان سارقا مش كان بيهتم بالفقراء حياة يهوزة كانت حياة التلميذ الخائم من بدايتها إلى نهايتها ونعمة الرب يسوع أنه لم يفضحه ولم يتكلم عنه ويفضحه قدام التلميذ كويس لما نيجي بقى إلى اكتمال الشر اللي في حياة يهوزة اكتمال الشر الشر هذا اكتمل عندما خطط يهوزة أن يسلم يسوع المسيح ده اكتمال الشر يعني هو شرير هو عنده خطايا وأثام كثيرة هو سارق ولس وكان يصرق من السندوق هو التلميذ عارفينه أنه هو إنسان خاين ويسوع عارف أنه إنسان خاين يقول كتاب هنا حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوزة الإسخريطي إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم يبقى الفكرة هنا مكسب مادي ده على فكرة قبل ما ياخد اللقمة قبل ما يكون مع التلميذ في العشاء الأخير ده راح لرؤساء الكهنة قبلها بوقت وطلب إنه يكسب يكسب ماديا من تسليمه للمسيح لأن السؤال هنا ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم هو مش هيسلمه ليهم إلا مقابل مادي مكافأة كويس؟ فجعلوا له ثلاثين من الفضة أقدروا ثلاثين من الفضة وهي في ذلك الوقت كانت بحسب الشريعة المساوية تمن العبد لو العبد مات كويس؟ بدل ما يتفضى نفس بنفس كان يدفع ثلاثين من الفضة ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه يعني الموضوع بقال وقت يا دكتور مونقز فكرة اتفاقه مع اليهود ومع رؤساء الكتبة بقالها زمن قبل العشاء الأخير وهنا يجي أيضا لؤة لؤة يحط أيضا تعبير آخر جميل ويقول وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب مش عايزين يقبضوا عليه أثناء النهار ومش عايزين يقبضوا عليه في الزحمة لأنه خايفين من الشعب عبارة بقى فدخل الشيطان في يهوزة اللي انت قاريتها اللي حضرتك قاريتها في يحنى ذكرها أيضا هنا لؤة فدخل الشيطان في اليهوزة الذي يدعى الإسخريوتي وكلمة دخول الشيطان يا دكتور منقس تعني امتلاك الشيطان وأفكاره الشريرة على الشخص فالشيطان كان بيدخل إلى حياة يهوزة وهو بيسرى ويمتلك حياته وهو بيسرى وامتلك حياته أكتر وأكتر عندما قرر أنه يسلم يسوع المسيح فهذا الفكر الشيطاني امتلك حياته فدخله الشيطان يعني امتلك بالكامل من الشيطان كويس زي أي شخص بيقعد يخطط لجريمة ويدبر ليها ولحظة تنفيذها ولحظة بقى أنه ياخدها في الإجراءات بتاعتها بتمتلكوا هذه الفكرة الشيطاني للبط درجة أنه ممكن يقتل في سبيل تحقيقها عش كده يقول فدخل الشيطان في يهوزة الذي يدعى الإسخريوتي وهو من جملة الإسنعاش فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلموا إليهم ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة فواعدهم وكان يطلب فرصة ليسلموا إليهم فخافوا من إليهم خلوا من جمع يعني المهم الشرط سلمه لنا بس ما تكونش حواليه الناس طيب نيجي بقى للنقطة اللي بيكلم عنها الدكتور منقز هو سابد كله هو جي بقى العشاء الأخير يسوع وهو عالم بكل الأمور ما أراش هو العبارة دي لأه ما أراش لأه علم بكل أمور حتى بأمور يهوزة حتى باتفاق يهوزة مع رؤساء الكتبة فكان التلميذ ينظرون بعضهم إلى بعضهم محتارون في من قال عنه أجابة لما يسوع لهم أن واحد منكم سيسلمني أجابة يسوع هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه فغمس اللقمة وأعطاها ليهوزة سمعان الإسخريوطي فبعد اللقمة دخله بمعنى أنه امتلكوا اسرع إلى التنفيذ امتلكوا الفكر الشرير دي اللحظة اللي منتظرها يهوزة هي دي اللحظة اللي فيها بعد العشاء الأخير هيكون يسوع منفرداً منفرداً مع التلميذ لوحده بالزبط زي ما يقولوا مثلاً واحد امتلكوا الغيزة امتلكوا الغضب هنا امتلكه الشيطان فدخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة هنا يسوع مش بيسلم يهوزة للهلاك يهوزة سلم نفسه أساساً للهلاك يهوزة رفض كل فرصة خلال الثلاث سنين أنه يصير إنسان جديد وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكلمين لماذا كلمه به لأن قوماً إذ كان الصندوق مع يهوزة ظنوا أن يسوع قال له اشتري ما تحتاج إليه للعبد للعيد سوري أو إن يعطي شيئاً للفقراء لكن يهوزة كان عارف المسيح كان عارف إنه يهوزة قد أسلم نفسه للشيطان أوعى تطعن في محبة المسيح للخطاء المسيح لم يضل أحد المسيح جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك المسيح كان يقول ويصنع خيراً المسيح ذهب إلى المرأة السامرية لكي ما يردها إلى ملكة الله لم يصنع أحد خيراً كما صنع يسوع ولم يحب أحد الناس الخطاء كما أحب يسوع الخطاء للدرجة أنه أسلم نفسه من أجلهم فما تتحكش على الناس اللي أنت بتعمله ده اسمه استهزاء بكلمة الله واستهزاء بعقول المشاهدين على فكرة أنا بعمل الحلقات دي مش علشانك أو علشان غيرك أنا بعمل الحلقات دي علشان المشاهدين بتوعنا اللي ممكن مرة يقع بين إيديهم الفيديو بتاعك فممكن يعتقدوا أنه ممكن ما تقولوا بسبب أنه ما تقولوا أنه صح وهناك الكثيرون من البسطة أهمش بعملوا علشان أثبت أني أنت صح غلط وأنا صح أنا بعملوا علشان الناس ما تسمعش إلى الكلام المضل الذي تقوله عن جهل وليس عن علم وزي ما قلت لغيرك أقولك أيضا أنا ما أعتقدش أنه أنت بتعمل الفيديوهات دي عن جهل لأنه يبدو أنك آري وبتقرأ أو معك تيم من اللي بيخدموك ويجيبوا لك المعلومة لكن أنت تعلم أن المعلومة التي تقدمها معلومة ناقصة ومعلومة غير حقيقية ومعلومة مشوهة ومعلومة غير مؤكدة ومعلومة أيضا مش بحسب ما أعلن في الكتاب المؤدس الإيه يسوع أضل نحن لا نحن 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 ن ما عندناش يسوع اللي اغتصب وما عندناش يسوع الذي يقوم بالغزوات وما عندناش يسوع الذي يشتهي النساء وما عندناش يسوع الذي يصنع كل هذه الأمور الشنيعة أنت تعلم جيداً من غير ما أقولك أن يسوع لا يمكن أبداً أن يضل بل يهوزة هو الذي أسلم نفسه للشيطان يسوع يعلم كده وهناك وقت يترك الله فيه الإنسان إذا أصر على شره وعلى خطيته ولا يمكن أن الله يكبره على أنه يغير من حياته الله يدعوه لكن هناك وقت الله يقول للإنسان عايز تعمل الشر اعمل اعمل مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة كلمتك لكنك لم تسمع ده عمله مع حياة شعبه وما زال بيعمله حد النهاردة وبوليس الرسول يتكلم عن هؤلاء ليقول الذين أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض يعني خلاص كل محاولات الله أنه هذا الإنسان يتوب ويتغير هو رافضها هو رافضها هو رافضها زي ما فرعون كان بيقصي قلبه أمام كل معاملات الله بدل ما كانت الدربات تلين قلبه كانت الدربات تقصي قلبه ده أول نقطة من فضلك اقرأ عن يهوزة واعرف عن يهوزة ولا تقدم معلومة خاطئة ناقصة مشوهة هدفها ضلال الآخرين طيب ناخد جزء آخر وفيديو آخر هو في نقطة بقى أن يسوع أضل ما سكتش يعني ياريته كان سكت لا لا يسكت إزاي ده هو حابب كمان أن يثبت أن مش بس يسوع أضل يهوزة لكن كمان يسوع بحسب الكلام اللي بيقوله بيضل الشعب هو الهدف طبعا الطعن في الكتاب المؤدس الكلام ده ما ينفعش يكون يعني هو عايز يقول إنه إزاي إزاي الكتاب المؤدس يقول الكلام دوا أكيد الكتاب المؤدس غلطان وبما أن الكتاب المؤدس غلطان فيما يقوله هنا فأكيد غلطان فيما قاله عن الصلب فيدخل بقى الدكتور مونكز في نقطة يعني يطعن في إنه المسيح كان أيضا بكلامه بيضل الشعب خلونا نشوف الفيديو رقم أربعة ضلال الشعب طبعا نحن نؤمن بأن الأنبياء جاءوا هداية لنا صحيح لكن حقيقة الكتاب المؤدس في هذا يقول بأنه كان سببا في ضلال بولوس ضلال يهود وفي مواضع أخرى يقول بأنه كان سببا في ضلال اليهود مع ليش افتح ماء في مرقص أربعة على عشرة ولما كان وحده سأله الذين حوله مع الاثنى عشر عن المثل الأمثال التي يضربها المثل عليه الصلاة والسلام فقال لهم قد أعطي لكم أنتوا التلاميذ أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله أما الذين هم من خارج غير التلاميذ الاثنى عشر فبالأمثال يكون لهم كل شيء فقط نسمح النص ماذا يقول أما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء لماذا لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا ويسمعوا سامعين ولا يفهموا لألا لألا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم مش دي وظيفة المسيح أصلا نخليهم يرجعوا عن خطاياهم هذا الشيء الصحيح لكن هنا يقول بأن المسيح يتكلم بالأمثال حتى الناس ما تفهم يعني هو يتعمد إضلال الناس لأنه يخشى أن تغفر خطاياهم لألا يرجعوا يعني يتوبوا لألا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم فحسب هذا النص المسيح كان حريصا على إضلال اليهود طيب طبعا كويس أنه هو عارف النص دو يعني مع عشان كده بقول أنه هو لا يتحدث عن جحل هو يتحدث عن خبث وشر كويس فيه فرق بين الاثنين كبار جدا طبعا كان ممكن يرجع لأي تفسير بس إزاي يرجع لتفسير ده العلامة الكبير منقذ السقار تفسير إيه اللي يرجع لها دي أو كان ممكن يرجع إلى أشعياء ستة اللي اقتبس منه النص ده لا لا بس يرجع إزاي لا 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 هو ما يرجعش هو يقول اللي هو عرفه وكأن اللي عرفه هو الحق كله كويس لا يقرأ قبل ولا يقرأ بعد ودي مصيبة الكثيرين بل الأغلبية من الإخوة المسلمين ياخد آية بعيدة عن سياقها وما يقرأش القرينة بتاعتها ويقول لك هين كميس طيب النص اللي جابه زماءل هو جابه من مرؤوس أربعة وفي عدد عشرة إلى عدد اتناشر لما رب يسوع طرح مثل الزارع الزارع الذي خرج ليزرع فسقط البعض على الطريق وسقط البعض على الحجارة وزقط البعض على الأشواك وفي الآخر سقط على الأرض الجيدة وكلمنا عن أربع أنواع الرب يسوع من الأرض التي تسمع الكلمة بعضها بيقع ما بيأثرش فيه من أرض ناشفة بعضها هموم العالم بتخنق الكلمة في الآخر كلم من رب يسوع عن الأرض الجيدة اللي لما الكلمة بتنزل فيها بتزرع أي واحد مزارع يعرف كده يعرف كويس أوي ممكن يبقى شال الحبوب وهو في الطريق اللي رايح للغيد بتاعه لو وقع شوية عمرهم ما هيطلعوا شجر الأرض مش ممكن لفهاش أي حياة طيب ولما كان وحده سأله الذين حوله من الأثنى عشر تلميذ سمعوا المسأل كويس فجمل المسيح وهم عادين مع بعض يقول لي يا معلم اشرح لي هذا المسأل ده فقال لهم قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله في سر في ملكوت الله ملكوت الله لها أسرار وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا ويسمعوا سامعين ولا يفهموا لألا يرجعوا فتغفر لهم خطاياه وعلى طول هو استنتج إيه ده يعني المسيح مش عايز اللي بره دول يسمعوا لأن اللي بره لو سمعوا ممكن يرجعوا وممكن تغفر خطاياه طبعا الفهم ده مية وتمانين درجة عكس إرسالية المسيح وعكس حياة المسيح وعكس تعليم المسيح وعكس تعليم الكتاب كله الذي ينادي فيه الله على الإنسان لكي يتوب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره توبه وارجعه إلى الرب فتمحى خطاياه كل الآيات اللي في كتاب مقدس من أوله لآخره التي تدعو الإنسان للتوبة واللي رجوع للرب كأنه هنا بياخدها يقول لك أصله دي عكسها طيب أنا مش هبدأ معاك من النص ده دكتور ممكن أنا هبدأ معاك من الأصحاح اللي قبله ما أنت حضرتك لو كنت قريت الأصحاح اللي قبله يمكن يمكن كانت دلك بعض النور أنا مش هقول ترجع لمفسرين مسيحيين يا عمي أنت مش ترجع وقتك الثمين ما يسمح لكش أن أنت ترجع لمفسرين مسيحيين للنص الكتابي أنت علامة فز فأنت عندك تفسيرك لوحدك لما نرجع إلى أصحاح ثلاثة هنعرفين أن القصة الكتابية قصة متتالية الأحداث فيها متتالية فلازم أخذ الجزء اللي قبله أفهم هو رب يسوع أتكلم عن إيه هنا كويس وأما الكتابة رب يسوع كان بيشفي وكان في بيت واتملت الناس من البيت للدرجة أنه البيت اقتز من الناس من الجمهور فمين اللي هيدغاز الكتابة وأما الكتابة الذين نازلوا من أرشاليم فقالوا ما لازم بقى يعملوله نوع من الديسكريدت يعني هو يقولوا أنه هو شخص وحش مدام بيجمع الناس كده وبيخدهم من الكتابة يبقى أكيد شخص وحش فقالوا إن معه بعليزابول وأنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين رب يسوع اتهموه أنه بيخرج الشياطين برئيس الشياطين فدعاهم وقال لهم بأمثال رب يسوع دعا الدل وقال لهم بقى بالمنطق هيحكي معاهم بالعقل أنتو بتتهموني أن أنا بأخرج الشياطين برئيس الشياطين طيب أنت ما فكرتش كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطانا لم هما شيطان وشيطان إزاي يخرجوا يعني وإن انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت بل يكون له انقضاء لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته الحق الحق أقول لكم أن جميع الخطايا تخفر لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد بل هو مستوجب دينون أبدية لأنهم قالوا إن معه روحا نجسا الجموع هنا الكتب دول اتهموا يسوع وجدفوا على الروح القدس وقالوا أن يسوع بيخرج الشياطين برئيس الشياطين وبهنا اتأفل باب التوبة عمرهم ما هيجدوا فرصة للتوبة مرة أخرى ليه لأنهم رفضوا عمل الله الذي يغير الإنسان هو روح الله الذي يبكت الإنسان على الخطيئة هو روح الله فإذا رفضوا روح الله إزاي هيتغيروا؟ إزاي هيتوبوا؟ ما عندهمش؟ كويس؟ فالرب يسوع بيكلم عن هؤلاء مقارنة بالتلاميذ المؤمنين بيكلم عن الرافدين له الذين قالوا أنه بشيطان يخرج الشياطين وأن به شيطانا نجسا ورفضوا عمل الله ورفضوا أيضا أن يقبلوا عمل الروح القدس في حياتهم فالمثل هؤلاء مش هيتغيروا لأنهم رفضوا من يغير الإنسان ويجدد قلبه وهو روح الله هاخد مدخلة وهكمل شرح للجزء دو الأخت سامة سانة أهلا مع حضرتك سانة شربيني من ألمانيا أهلا وسهلا بحضرتك أهلا تفضلي سامة أهلا بحضرتك أهلا شكرا أنا كنت بس أعود أتكلم عشان حضرتك كنت تكلمت على يهودا في النص في متة فأنا سؤال حضرتك يعني كيف يبيع يهودا سيده بثلاثين من الفضة وقد كان الصندوق تبرعات عنده وما قيمت ثلاثين من الفضة في مقابل ما كان في الصندوق بمعنى يهودا كان عنده الصندوق وده اللي حنلاقيه إحنا في يوحنا 13-29 بل ظلنا بعضهم أنه يأمره أن يشتري ما يحتاجون إليه في العيد أو أن يعطى للفقراء بعض المال لأنه كان أمين للصندوق ده أول سؤال ثاني سؤال ألم يكن من السهل على يهودا أن يهرب بالصندوق بدلا من أن يسلم يسوع بثمن بخ عشان الدليل على هذا أن الثمن بخ أن الثلاثين من الفضة أصلا هي أجرة يوم فقط لواحد رأي غنم لو رحنا على زكريا 11-12 حلائي ثم قلت لهم إن طاب لكم فعطوني أجرتي وإلا فاحتفظوا بها فوزنوا أجرتي 30 شاكلا من الفضة وعندي كمان نفسي الحاجة هنا هنا ما قالش كبيرت يوم أكمل حضرتك أنا أكمل لحظة واحدة بس أقول حضرتك الخروج 21 حضرتك عندك الكتابة المقدس قدامك عندي إيه؟ حضرتك فتح الكتابة المقدس قدامك بس أعطي أن تشوف معي النصوص عشان تعرف بس أن أنا بتكلم مني طيب خروج 21 ثمن العبد ماشي 32 عندي كمان إن هنا كمان 30 قطعة فضة هي تعويض يعني ثمن عبد لو واحد يعني عندي في خروج 21 ثمن ثلاثين وإذا نطح الثور عبدا أو أمة فإن صاحبه يدفع 30 قطعة فضة تعويضا لمولاه ويرجم الثور طيب أنا مش هتكلم على الثور ماله عشان ده حيوان ما نطحش الراجل يعني بقصد بس خلينا دلوقتي إحنا في سيد يسوع المسيح فاللي أنا عاوز أعرف يعني إزاي يعني يهودا بالرغم أنه كان عنده الصندوق والصندوق ده كان فيه أكتر من المال إزاي بيع سيده بثمن بخص بثلاثين بثلاثين من الفضة ده أول حاجة السؤال الثاني عندي في إنجل يوحنة الإسحاح 13 العدد 28 فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمله فعمله فعمله بأكتر سرعة ليه يعني ليه يسوع المسيح ما أخرجش الشيطان من يهودا يعني ده أنا سؤال بصراحة ما خيرني جدا ليه ما أخرجش الشيطان من يهودا عشان الشيطان عنده هو إلى هذا العالم ورئيس هذا العالم عشان كده والشيطان هو اللي جرب يسوع المسيح جربه في الجبل عشان كده يسوع المسيح ما عندهش سلطان على ما عندهش سلطان على طيب دول سؤالين ودول سؤالين كويسين أنا بسرعة وفي عجالة أجاوب على حضرتك على السؤالين دول عشان مرتبطين بيهوزة كويس أول حاجة الإنسان السارق اللص الذي يحب المال لا يشبع أبدا من المال سواء كبير أو صغير فممكن يبقى عنده ملايين لكن ممكن يموت على 100 دولار فالموضوع مش موضوع إنه كمية كبيرة أو كمية صغيرة الموضوع موضوع إنه محب للمال وعلشان كده كان بيسرق من المال وكان بيسرق من السندوق ومستعد إنه يعمل أي حاجة في سبيل إنه يحصل على أكثر بيبقوا عندهم ملايين لكن ممكن يعملوا أي حاجة في سبيل حتى الحصول على كمية أقل فدي النقطة فالإنسان الشرير لا يشبع زي البحر البحر عمره ما يشبع من ميت أو عمره ما يمتلي من المية اللي جاية من الأنهار الإنسان هكذا يقول عنه الكتاب يهوزة كان كده حاجة تانية يهوزة كان خاين في جزء طبعا في يهوزة كويس الكتاب المؤدس لم يترك شيء ما تكلمش عنه الكتاب المؤدس بالأخص في حياة الرب يسوع كتاب المؤدس يعلم جيدا أنه في ملء الزمان هيقوم إنسان خاين وهذا الإنسان الخاين هو لا يسلم المسيح وعش كده المزاميري تكلمت عنه وتنبؤات كثيرة عنه في العهد الأديم عن يهوزة وعن فعلة يهوزة كويس الحاجة التانية أنه ليه الرب يسوع لم يخرج الشيطان الرب يسوع مع يهوزة ثلاث سنين كويس مع يهوزة ثلاث سنين صمع أمام يهوزة كل ما يحتاج الإنسان إلى أن يتغير لكي يتغير ثلاث سنين معه لكن لأنه قلبه الشرير كان مقفول أمام كل معاملات الله لم تغيره معجزات المسيح ولم تغيره تعاليم المسيح ولم تغيره حياة المسيح التي رأاها فهو ما تغيرش هو رافض لأي تغيير زي ما بالزبط منقول لو ترامت البزرة على أرض محجرة عمرها ما هتطلع بثمر هذا التلميذ قعد مع رب يسوع لكنه قلبه لم يتغير ورفض التغيير بطرس مع أنه بطرس خان الرب يسوع لكن قلبه كان قابل للتغيير وكان يسوع يعلم جيدا أنه قلبه قابل للتغيير أما يهوزة فقد رفض كل محاولات الله أنه يتغير ويصير إنسان ولهذا استغدم من الشيطان لكي ما يكون الإنسان الذي يسلم سيده ومعلمه بقبله نيجي للجزء أشكرك على اتصالك لكن نيجي للجزء الآخر هنا الكتب دول صاروا إيه؟ صاروا زي يهوزة رفضين لكل عمل الله رفضين لكل عمل الله وعش كده لما الرب يسوع بعد كده نقرأ قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم طيب نيجي لهنا أعطي لكم الإشارة المين للمؤمنين بالمسيح كل إنسان يتوب ويقبل المسيح مخلصا يعطى استنارة لكي ما يفهم أمور الملكوت يفهم أمور الملكوت وأما أولئك الذين هم من خارج هم أشارة لمين أشارة لغير المؤمنين اللي توصفوا يسوع المسيح بأنه بيخرج الشياطين برئيس الشياطين واللي أيضا جدفوا على الروح القدس ورفضوا أن يعمل في حياتهم روح الله الذي هو أداة التغيير في حياة الإنسان وعش كده رب يسوع قال لهم زي ما قال لأشعياء رب في العهد الأديم قال هذه الكلمات لأشعياء لما أرسل أشعياء إلى شعب وقال له أنا أرسلك إلى شعب لكن لهم أذان هيسمعوا لكن مش هيتغيروا لهم أذان يسمعون لكنهم لا يسمعون فالنهاردة النهاردة الدكتور مونكس ممكن يقرأ الكتير المؤدس لكنه إذا أصر على ما يؤمن به ورفضه للمسيح ابن الله المتجسد الذي أتى لجيما يخلص العالم من الخطية ومن الشر ويغير الإنسان ويعطي الإنسان حياة أفضل هيصير دوا وغيره رافض لعمل المسيح مش هيفهم أسرار ملكوت السماوات لكن الله لا يضل ده الكتاب المؤدس تلخيصه في عبارة وحدة أنه قصة بحث الله عن الإنسان الله بيبحث عن الإنسان منذ أن سقط الإنسان آدم آدم أين أنت تعالوا نتحاجك ده لقاله الرب لشعبه ونغيركم وغير حياتكم المسيح أتى وعاش وأعلن محبة الله للعالم لكنه رفض واتهم ظلما وقالوا عليه أنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين ده الدكتور مرقز مش قادر إنه يشوفه فكيف لله أن يضل يا دكتور مرقز نحن لا نؤمن بالله الماكر ولا الله الذي يضل نحن نؤمن بالله الذي يحب وماذا لا يحب الله الذي يدعو الخطاه الله الذي أتى لكي ما يغير حياة الإنسان الخاطئ الله الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون الله الذي أتى لكي ما يكون لنا حياة بل أفضل حياة الله الذي يحب ويحب ويحب إلى النهاية لكن إذا أصر الإنسان زي يهوزة أو زي الكتبة على الطعن فيه ورفضه ورفض عمل روح الله في حياتهم حتماً سيكون مصرهم الهلاك حتماً سيكون مصرهم الهلاك أخذ فيديو آخر أنا معرفش إذا كان الوقت يسعيفني أن أنا أخذ النقطة دي لكن فيديو آخر بالنسبة له بيمثل معضلة يعني شايفها أنها قضية كبيرة جداً في قضية تصال بالمسيح فخلونا نشوف الفيديو الآخر اللي هو عن قبلة يهوزة ونرجع نعلق عليه لأن تستفهم تانية المسيح علم على رأسه نور كل أهل أرشاليم يعرفونه صحيح ومع ذلك القصة الإنجلية بتحكي أنه لما المسيح أرادوا القبض عليه استأجروا يهوزة عشان يدلهم على مكان مفروض أنه معروف مفروض أنه معروف في أحد ما يعرف المسيح في أرشاليم لكن بيعلم في الهيكل يعني عدد سكان أرشاليم في ذلك الزمان كم؟ ثلاثين ألف إنسان يحيي الموتى يطعم خمسة ألاف من خمسة أرغفة البشر كله بتعرفه ده معروف معروف جدا ومع ذلك احتاجوا إلى من يدلهم عليه مرهل غريب كيف هؤلاء احتاجوا إلى من يدلهم على المسيح الذي كان معروفا لدى الجميع طيب أنا مش أقاب على السؤال ده دلوقتي لأنه محتاجت شوية وقت عشان أجاوب عليه وإجابته سهلة جدا إنه هو أساسا ما أراش النص ومعرفش مين اللي كان جاي مع يهوزة عشان يقبض على المسيح وهل اللي كانوا جايين دول كانوا يعرفوا المسيح ولا ما يعرفوش المسيح لكن هو طبعا غلطة إنه أرشاليم فيها تلاتين ألف دي غلطة نتكلم عنها برضو بالأدلة الإسبوع اللي جاي إذا تأنى الرب فيما جيئه وعطانا وقت لكن أنا قدامي أربع دايق ففي مداخلة هاخدها وهنهي مع حضرتكم الأخ من إسرائيل ممكن ممكن حضرتك بس توطي التلفزيون عشان أدراس مع صوتك طيب أيوة كده كده أفضل تفضل أنا عندي سؤال تفضل يهودا رجع المصاري لرؤسائي الكهنة أيوة طب ليش يعني عشان أحاله برضو يعني ورب ما سمحوش طيب كويس أشكرك على سؤالك هو لما رأى أنه قد سلم دما بريئا كويس ندم و ندمه على فكرة كان ممكن يقبل كان ممكن يقبل لأنه طول ما هناك نفس في الإنسان طول ما ربنا بيدي الإنسان فرصة للتوب أو للرجوع لكن يهوزا مضى وخنق أو شنق نفسه يهوزا لو كان رجع للمسيح نادما زي بوتروس وباكيا كان قبل لأن المسيح يستطيع أن يغير الإنسان لكن الخطوة الأولى هي من الإنسان أتريد أتريد أن تشفى أتريد أن تتغير أتريد أن تصير إنسان جديد في ناس كتيرة إحساسها بالزنب بيخليها تاخد مخدرات وفي ناس كتيرة إحساسها بالزنب بتخليها تنتحر لكن الإحساس بالزنب ده ممكن يدفعك لله إنك تتوب عن خطيك وتتوب عن أثامك وتطلب غفران من الله وحياة جديدة والرب قال لنا كده الرب بيدعونا كخطاء إن اعترفنا بخطينا فهو أمين وعادل عمر الغفران ما هيكون بدون التوبة والاعتراب بالخطيئة الله يريد أن الجميع يخلصون وإن كنت بتسمعني النهاردة يمكن أنت حاسس بالذنب يمكن حاسس بالثقل الخطيئة يمكن حاسس إن حياتك الماضية كلها حياة فشل والسقوط وخطايا وأثام أنا عايز النهاردة أقول لك إنه باب ربنا مفتوح الله يدعوك آمن بالمسيح يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك هنكمل مع بعض الحلقة اللي جاية الرب يعطيكم نعمة وإلى أن نلتقي آمين ترجمة نانسيح